أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها تعمل من خلال طواقمها الهندسية على متابعة تنفيذ مشاريع المباني العامة وخدمات الكهرباء ومحطات الكهرباء الرئيسية وإعداد البرنامج الزمني الخاص ببعض مشاريع الخدمات العامة في مدينة المطلع السكنية وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم أنها باشرت أعمال إنجاز الخدمات والبنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية الشهر الماضي 3.14%